أمرنا الله سبحانه وتعالى عز وجل أن نقول للناس حسنة وقول للناس حسنة هل أمر الله لنا بأن نقول الحسن أو هذا الحسن أو القول الحسن أو القول الأحسن يعني هل هذه الكلمات تقال لمن نحبهم فقط أم لجميع الناس هل نقول الحسنة للمسلم فقط أو للمؤمن فقط أو للملتزم فقط أما غير الملتزم غير المتدين أو الشارد عن الطريق هل أيضا نقول له حسنة هل نحن مكلفون أن نقول حسنة للمؤمن وغير المؤمن لمن يؤمن بديننا ولمن لا يؤمن أولا الآية عامة وقول للناس حسنة لم يقول وقول للمؤمنين وقول للمسلمين وقول للمصلين للمتقين للصادقين وقول للناس عموم الناس لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له رب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأمرنا أن نقول القول الحسن للناس وقول للناس حسنة طيب يعني في آية أخرى وقول لعبادي يقول التي هي أحسن يعني لا يقول الحسن لا يقول التي أحسن يعني يبحث عن الكلمة الكلمة حسنة وكلمة أحسن منها يجب أن أبحث عن الكلمة الأحسن يجب أن أبحث عن اللفظ الحسن لماذا؟ أولا القلب آنية القلب عبارة عن آنية واللسان عبارة عن مغرفة ملعقة هذه المغرفة تأخذ من القلب فلو ملأ قلب الإنسان يعني رحمة وودة وخيرا وصلة بالله استخرج اللسان من هذا القلب هذه المعاني الجميلة فلا ينطق لها بالخير اشتركوا في القناة